لما بيجي يوم لتنين أنا ببقى ممسوط جداً ليه؟ يوم لتنين بالنسبالي وإحنا بنتكلم عن يلا نبني بحيث إنه نفس بحيث إنه أنا عندي أمل عشان مستقبالنا وإحنا بنتكلم عن أولادنا وإحنا بنتكلم عن حياتنا وإحنا بنتكلم عن أغلى ما فينا عن مش بس اللي إحنا بنربيه لكن كمان اللي بيربينا أولادنا كمان بيعملوننا عملية مهمة جداً جداً وهي عملية التسكية التربية احنا كمان بتربى مع اولادنا يعني انا لازم نشيل من فكرنا ان احنا بس اللي بربى اولادنا لأ كمان اولادنا بيربونا ودعث على فكرة حاجة مش وحشة خالص لان مسألة التربية هي اللي بتوصلنا الى قولي تعالى ونفسه وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلحها من زكاه وعشان كده الحلقة بتاعت النهاردة مهمة او في هذا السياق ده اولادنا اغلى ما عندنا اغلى حاجة في حياتنا وغاية امانين ان احنا نشوفهم نكحين وكثير من الناس بيقولوا احنا غاية اماننا ان احنا نشوفهم احسن منا مبسوطين ومرتحين وما يعنوش المعانين اللي احنا عشناها في حياتنا لكن بتحصل مشكلة كبيرة لما نجبر اولادنا على اختيارات معينة بنظنها ان دي الطريق الاوحد والافضل والانسب لأولادنا ان هم يعيشوا ويبنى حياتهم ومستقبلهم عليهم هنا بيحصل بقى المشكلة ان احنا بنعتبر اولادنا هم الفرصة التانية لينا ودي تبقى كارسة عارفين كارسة ليه؟ لان ساعتها بنبني كل مواقفنا التربوية وكل مواقفنا اللي احنا بنعيشها مع اولادنا على مخاوفنا وعلى مدوات الخزلان اللي حصل لنا لان احنا محقناش احلام معينة فنشوف اولادنا ان هم الفرصة التانية في الحياة هم بنشوفهمش اصلا يعني اولادنا ساعتنا ما بنشوفهمش وساعات بيبقى الدوافع اللي عندنا اهم دافع عندنا ان احنا عايزينه بيبقوا احسن مننا وكمان بيبقى الدافع الواضح اللي عندنا ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا وخلانا نعيش في اولادنا فيبقى عندنا فرصة تانية ان احنا نحقق اللي احنا محققنوش في اولادنا بس على فكرة ده طبعا كلام اللي واخدانا اليه النفس الامارة بالسوق ليه خلينا اقولك حاجة اولادنا وخاصة بعد البلوغ ربنا لما كلفهم ما كلفناش احنا تكلفهم هم واولادنا كمان وهم صغيرين هما لهم رب زي ما احنا لنا رب وليهم شخصيات مستقلة زي ما احنا لنا شخصيات مستقلة اول ما بتدب الروح في الولد بيبقى له زمة يعني بقى بيبقى مستقل فلذلك ما ينفعش ان انا اتعامل معاه على ان هو انا فيبقى ابني كأنه ملكي فبعض الاباء الاباء طبعا نقصد ديها الاباء والامهات يعني بيجبروا اولادهم على اختيارات في مجال دراسي معين او رياضي مثلا او يجبروهم على نمط حياة معين انت لازم تبقى هادي لازم تبقى راجل حرك كده فيجبروا ويفضل يضغط عليه يضغط عليه لغاية ما يتشكل ولد زي ما هو عايز كده بس دي مش طريقة التربوية اللي اخترى حضرة النبي حضرة النبي ستنا مؤنس رضي الله عنه بعد سيدنا انس رضي الله عنه لحضرة النبي عشان يتربى وهو صغير فبيقول خدمته رسول الله عشر سنين يعني هو يتعلم بالحاجة اللي احنا بنعلق اللي بيعملوها دلوقتي اللي فكرة المعايشة لما حد يروح يتعلم مهنة معينة يتعلمها بالمعايشة فهي كانت بعد ابنها عشان يتربى على ايد حضرة النبي بالمعايشة فبيقول فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته او لشيء انتركته لما تركته يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما اردش ان يخلي سيدنا انس الكاب منه ما اردش يخليه صورة منه ويمي مين فينا ما يتمناش انه يبقى صورة من حضرة النبي ولكن شوف سيدنا انس بيقول ايه فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته او لشيء انتركته لما تركته حتى فيما يخص تربية أولادنا على العبادات بعض أولادنا بيحسوا أنه لما أمهم بتضغط عليهم بتعمل إيه؟ وبتزعق لهم دايماً أنهم لازم يلتزموا بالعبادة ولازم يحفظوا على حفظ القرآن ولازم يعملوا وردوهم ولازم يصالوا الصلاة في أول وقتها إيه اللي بيحصل؟ شوفنا الكلام ده الأولاد بالطق وخاصة لو أن هي بتتعامل معهم ففقات كتير جداً جداً بيطلع التمرد وساعات بيكرهوا الأولاد العبادة هو بيحس أنه هو بيعمل كده علشانها هي مش عشان ربنا ولا عشان هو يبقى بيحب ربنا في إيه اللي يحصل؟ ففي لحظة من اللحظات بيقول لها ملكيش دعوا بقى سبيني أنا وربنا وربنا سبحانه وتعالى أنا هتصرف مع ربنا بس هي ما بتبقاش فهمة إن هي إيه اللي حاصل؟ إن هي ملقاش داخل ده هي فهمة إن هي هتتحاسب عليه وإن هو كل حاجة لازم هي تكون متأكدة منها لأنه هو في الآخر في ميزان حسناتها فهي لازم تتأكد من ده فبتفضل تتغف عليه وتفضل تفهم إن العبادات دي مش باب وصوله إلى الله سبحانه وتعالى تفضل تفهم إن العبادات دي رصيد رصيد في حسابها هي ورصيد في حسابه هو ومش مهم هو قلبه مع الله لا لا هو أهم حاجة إن هو يتحط في ميزان حسناتها أنت هتعبد ربنا وتتحط في ميزان حسناتي سواء أنت تعرف ربنا ومتعرفش ربنا تحب ربنا ومتحبش ربنا ما أنا مش هروح النار على شانك بيقولوا كده فيا شايفة إن ابنها فرصة لرصيد حسنات جديد وإن ربنا متربس بيهم متربس بيهم يعني إيه؟ لو ما عملوش كده مش هياخدوا الحسنات وهو كده ثوبها يضيع الأمر بيزداد سوء بقى لما الأباء بيستخدموا أدوات زي الإيه؟ زي الولدين الانتقادية الولدين الانتقادية ده اللي هو طول الوقت يكسر في الولد ينتقد في الولد أنت عمرك ما بتعمل حاجة كويسة كده هو دي الولدين أو يستخدمها على ابتزاز العاطفي يقول له يحرم الكلام بيني وبينك لو ما دخلتش في الكلية الفلانية أو ما تجوزتش فلانة أو ما تجوزتش فلان يا أنا رب يطب ليه اللي بتزاز العاطفي ده؟ لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايما عينه الشريفة صلى الله عليه وسلم بتنظر إلى أجمل ما في الناس والدليل على ذلك تعالوا نشوف الدليل على ذلك إيه؟ حاجة ممكن ما يلتفتش إيه على الكاتب من الناس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيلقب أصحابه بيلقبهم بإيه؟ بيلقبهم بألقاب بتعبر عن هويتهم وألقاب مش شبه بعضها سيدنا أبو بكر اسمه أبو بكر إيه؟ الصديق فمثته النوعية اللي بتخليه واضح مع الصحابة اللي إيه اللي حاصل؟ إنه هو الصديق وحتى لما جيه في الحديث حديث الشريف صلى الله عليه وسلم قاله مثل أبو بكر كمثل إبراهيم وقعد يمثل الصحابة بالأنبياء لأن كل واحد فيه مميز عن التاني فكان بيضع ميزة نوعية لكل واحد فيهم مع أن مين في الصحابة ما كانش يتمنى إنه يبقى زي أي حاجة من أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد فيهم ارتشف من كأس محبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعندنا أبو بكر الصديق وعندنا الفاروق عمر وعندنا الحقيقي عثمان وعندنا الفتى علي لا فتى إلا علي ولا سيفة إلا ذو الفقار إيه ده كل واحد كان ليه اسم وليه خصيصة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكد عليها دائما وكان يصف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول أرأى في أمتي أرأى في أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأفردهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح يبقى إيه لحص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي لكل واحد وصف يميزه عن الآخر وكأنه حضرة النبي بيبعث لين رسالة لأن حضرة النبي كان بيرب إذا كان حضرة النبي إحنا بنقول إنه كان بيرب الكبار وبنقول إن دولة أبناء الأبناء الذين تربوا في مدرسة الحب المحمدي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل إذا كان دولة طيب والصغيرين الصغيرين من باب أولى ولذلك أسوأ حاجة بتحصل لأولادنا لما نعتبرهم فرستنا التانية ونظن إن إحنا بنساعدهم في ده بس اللي بيحصل إن هي بتنطمس هويتهم وفي أكثر من الأحيين يمروا بأزمات لهوية يبقى من أهم مظاهر أزمات لهوية ده إنه هو في الحقيقة يبقى عصبي ومتمرد لأنه هو في الحقيقة حاسس إن في حد حبسه وهو بيدور على هويته وما بيقدرش يلاقيها فيبقى عندنا الرفض هو الأساس يجوى ويقول أولادنا من أنت عارفين إن السن ده هو الرفض فيه الأساس عارفين الرفض فيه الأساس ليه؟ ويطلع بقى في كلام الأولاد كل المفروض مرفوض طب ليه؟ لأنه مش حاسس إن هو ده ما حد يستاعده إن هو يلاقي نفسه لأن إحنا محاسسينهم إن هي دي الفرصة بتاعتنا فهم مش عايزين يبقوا إحنا هم عايزين يبقوا هم طب وده من حقهم؟ طبعا من حقهم لأنهما يتحسبوا مع الله سبحانه وتعالى زي ما إحنا هنتحسب ومن حقهم إنهما يجربوا طب وإحنا دورنا إيه في التربية؟ إن إحنا نساعدهم إن إحنا نقوم بأدوار تانية خالص هنتكلم عنها مش إن إحنا نجبرهم إنهما يكونوا في مكان معين يحسوا بإنهما مشتتين وفي اللحظة دي يرتكبوا حماقاتهم مفغنى عنها إنت لما بتركب أحلامك على شخصية أولادك بتخليهم يفقدوا الثقة في نفسهم مش بس يفقدوا الثقة في نفسهم يفقدوا الثقة كمان في صدق نصحتك ليهم إنت عارف يعني إيه؟ عارف يعني إيه ابنك يحس إن إنت مش بتنصحه علشانك كم من الناس المستمعين دلوقتي وكم من إنا إحنا بنشاهد بعض وإحنا قاعدين على هذه المندضة بنتكلم مع بعض عن أحوالنا كم من أولادنا جاء لنا إحنا إنتم مش بتعملوا ده علشاني إنتم بتعملوا الكلام ده علشانكم كتير من الأمهات بيحسوا الأولاد إن كل اللي هي بتعملوا ده عشان ما تاخدش لقب أنا فشلت في تربيتكم فييجي الولد في بعض الأحيانين يقول لها خلاص اتبروا مني لأنه في الحقيقة عايز يعيش حياته عايز يجرب في حيات كتير للأولاد بيجربوها لإن إحنا قعدنا نقول لهم إن إحنا عمرنا ما كنا بنعمل ده عمرنا ما كنا بنعمل ده فهو عايز يقول لنا أنا مش زيكم فنخلي الأولاد يروحوا يعملوا حاجات لا هم مؤمنين بيها ولا بيحبوها مش بس عشان عند هو فاكر إنه هو هيلاقي نفسه الناحية التانية لأنه دول وقت دول وقت بنقول له إنت هنا فهو يقول لنا مش حاسس إن أنا هنا أنا مش حاسس إن أنا زيك لأنه هو لما بيحاول يمارس أي شيء بتتناسب مع شخصيته إحنا بنحاول نمنعه فهو إيه اللي حاصل لو هو هيستمر على ده هيجيب قدرات منين لا هتبقى عنده قدرات لأنه مجربش ولا عنده مهارات ولا عنده أي معرفة لأنه في الخالب أنا لو خبت عنه هو بيحس إنه ولا شيء فبيقرر إنه يبحث عن نفسه إحنا عندنا أدوار بنعملها مع أولادنا معروفة خمس أدوار بنعملها مع أولادنا الأدوار الخمسة اللي إحنا بنعملها مع أولادنا هي دي الحاجة الصحيحة اللي ممكن نعملها مع أولادنا عشان نسعيدهم غير كده يبقى احنا بنحاول نعجزهم ونشيخهم بدري بدري اول دور بنعمل مع اولادنا هو الدعم ان احنا ندعمهم ندعمهم يعني ايه هم ومشين في طريقهم عشان تنفيذ معهم نقول لهم يلا توكلوا على الله او نساندهم لما يحسوا المسألة تقيلة عليهم نساندهم نعمل ايه مش نشين معهم نقول لهم انتوا قادرين واحنا في ظهركم فتتولد عندهم مهمة فيشوفوا نفسهم اما قادرين ان هم يعملوا ده بنرشدهم كمان نقول لهم لو اخترتوا ده ممكن تجربوا ده لما هم ييجوا يسألونا نتحولهم الى مستشار ونشغلهم يعني ايه نشغلهم نقدم لهم فرص واطرحات ومجالات جديدة في اللي احنا جربناها وممكن هم يجربوها يجربوها مش ان ده هو الطريق الوحيد وما فيش مانع لو انهم سألونا نجاوبهم فياخدوا مننا معرفة ويتعلموا دي الخمس ادوار اللي احنا بنعملها طب نعمل ايه بقى عشان نمارس الخمس ادوار دولة ونتحول مع اولادنا الى مربين حقيقيين مش الى ملاك لأولادنا ممكن نبطل فكرة ان ابنك ده بتاعك ولا ابنك ده ملكك ابنك مش بتاعك ابنك منسوب اليك اه بس هو مش ملكك ابنك ملك الله ابنك عبد لله زي ما انت عبد لله ابنك مش فرصتك التانية عارف ليه لان فرصتك ما انتهتش يا سيدي فلزاك انا هبتدي معاك اول حاجة انت فرصتك ما انتهتش يبقى احنا محتاجين نجرب تلات مهارات عشان نستطيع ان احنا نعمل ده مع اولادنا اول مهارة اسمها مهارة الحضور فيه كتير من الناس بتستخدم دايما بتكلم عن مهارة التواصل انا عندي مهارة تانية اسمها مهارة الحضور انك تكون حاضر مع اولادك مركز عارف اولادك عارف اولادك يعني ايه وفي حد ما عرفش اولاده اه اه ناس كتير ما تعرفش اولاده ملاحظ اولادك ملاحظ التطور في شخصيتهم ملاحظ المشكلات في شخصيتهم حتى لو انت مش قدر تحلها بس تبقى عارفها بتوصلهم قد ايه انت بتحبهم بالافعال وبالكلام بكل اللي بيحتاج ان هو يعرف ان هو يوصله حاضر معاه لما هو بيتكلم هو فاق انت فاهمه لما يحب ان انت حد يشاركه في حاجة ممكن تكون انت اول حد بتشاركه لما بيحتاج لدعم انت بتكون حاضر ودي مهارة في الحقيقة مش هتحصل بالتفكير لها تحصل بالحضور يعني بالحياة بالمعايشة لازم تعيشوا اولادكم وعلى فكرة ده مش بيحتاج منكم وقت طويل بس يحتاج منكم ادارة وارادة لازم يبقى عندك ارادة ان انت تعمل ده وادارة للوقت بتاعك تاني حاجة احنا بيحتاج ان يبقى عندنا تواصل ودود رحيم مع اولادنا يعني ايه تواصل ودود رحيم تواصل في حالة من حالات الاستمرار في التواصل مش انا استمررت عليه لغاية ما هو عارف ان انا جنبه وخلاص وخلصنا على كده لا تستمر عشان تتعرف على اولادك وتعامل معهم بحياتهم مش بحقيقة مش بالصورة اللي انت رسمها لهم وده معناه ان انت لازم تعمل ايه لازم تتبع التلات وصول اللي احنا قلناهم في الايه في المسألة التواصل ان انت تفهمهم زي حقيقتهم وتتفهمهم تعرف دوافهم وثالث حاجة تتفهم معهم لما تختلفوا ايه ده اولاد ممكن يختلفوا معي اكيد ممكن يختلفوا معاك تتفهموا يعني تتفهموا توصلوا لقدر مشترك ايه رأيك؟ ما نعملش الحاجة دي ويا سيدي اعمل الحاجة التانية دي ولذلك ايه اللي حاصل؟ لازم بشكل واضح نعمل حاجة اسمها مهارة اسمها طول النفس يا سادة معايب اولا ما احنا نكون عندنا طول النفس في الشغل طول نفس مع الناس كلها نسمعهم ونتحملهم ونقدم لهم حاجة عشان احنا خايفين لو انا سبت واحد يروح ينتحر ولا لو سبت واحد يروح يضر نفسه يا سيدي ما فيش مشكلة طول نفسك مع اولادك طول نفسك مع اولادك لما اطول نفسك مع اولادك طول النفس مش صبر بس طول النفس صبر ومصابرة واتساع اولادك لما يحسوا ان انت واسع هيفرحوا ويتهنوا بوجودك معهم ترى تمهارات دي لازم نمارسهم ونتدرب عليهم الحضور لازم عندنا حضور وتواصل رحيم وكمان لازم يبقى عندنا بشكل واضح طولة بال وطولة نفس لما يكون معك ده مش محتاج انها تحس ان اولادك فرصة تانية لان انت هتبقى عندك فرص كتيرة ممكن تعيشها اكتر من الفرصة اللي انت كنت حاسسها اللي ضعت منك يا سيدة ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا وفي اولادنا واجعلنا دايما في الراحة والسعادة والتوفيق والسداد